طيب نتكلم في ايه؟ عندنا حاجات كتير طبعاً نتكلم فيها وانا شايف بقى اليومين في حفلة معمولة اسمها الشحات يعني حقيقي يعني بتابع كده وانا يعني وحاول اتصور طبعاً مش هزا اتكلمكم في تفاصيل تفاصيل لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد وممكن اقولك انها امور طبيعية بتحصل في كل ملاعب كرة القدم وممكن اضرب امثلة بده واقولك فاكن نطحة زيدان ولا قلم ابراهاموبيتش ولا عضة لويس سوارز وممكن كمان اقولك وزيدك من الشعر بيت طب وانا هروح بعيد ليه؟ ونروح لملاعب برا ليه؟ مالعبنا موجودة ومليانة الحقيقة وما شفناش لحالة الهرج ولا حالة المرج ولا حالة الصورة اللي حصلت في قصة الشحات والشيبي حد اتكلم مثلاً في مطش الاهلي والاسماعيلي على بها المحمدي حصلت حالة الصورة او حالة تسليط الضوء او حالة الاهتمام الاعلامي المبالغ فيها على بها المحمدي زي ما حصلت مثلاً على الشحات رغم ان الفعل الحقيقة وانا هنا كنت الحقيقة نوعي تكلم لكن اللي تقلنا او يعني شاس المحطة الاهلي قال الاهلي فز بالمباراة صفحة وتقفلت رغم اننا ممكن اعمل حفلة على العيب زي بها المحمدي مثلاً او حتى في مطشات تانية حد مثلاً عمل هو الليلة على فكرة دي جناية عقب عليها القانون او عا تفتكر انها ممكن تتقلق او تتحط او اللي بيحاول يخسر الاجدماعك يفهمك انها مجرد طريقة للاحتفال طريقة سوقية وطريقة بشعة وطريقة دونجا وزيزو الصباح الشهير اللي ما حدش تكلم عليه رغم ان دي لو زيزو عمل محضر دونجا يخش السجن ده تحرش واعتداء جنسي تعريفه كده على فكرة حد تكلم على المبادئ وحد تكلم على اخلاقيات وحد طور الموضوع وحد صور القصة على انها وانها وانها والمبادئ لكن كل ما يتعلق بالنادي الاهلي هو بالنسبة لكل المحطين به وطبعا نفهم الاسباب واعتفتك ان القصة قصة لعب وقصة حق وقصة قيم وقصة مبادئ انسى الكلام ده وإلا ما كانش حصل المشهد الشهير قدام غرف خلع الملابس وحصلت المصالحة اللي كانت بحضور مسؤولين في نادي بيرامز نفسه ممكن افهم ده ممكن افهمه ممكن افهمه على انه محاولة لافساد فرحة جماهير النادي الاهلي بفريقها واداءه الرائع والموسم الاستثنائي والنجاحات المبهرة اللي حققها ممكن افهم ده ممكن افهم ده جدا 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 واستقبله بشكل منطقي جدا وموضوعي جدا لو قلتني دي محاولة للتغطية على فشل زريع فشل زريع على كل الاوجه باستثناء النادي الاهلي يعني تعافحك لما المدرس يدخل الفصل يقول انا جاي اعلى النتيجة اخر السنة فيمسك الورق اللي قدامي يقول لك لم ينجح احد هو ده الموسم بتاعنا في مصر لم ينجح احد فممكن تبقى محاولة على التغطية على فشل زريع على كل المستويات محلي افريقي قول زي ما انت عايز تقول غلوش غلوش مبدأ غلوش غلوش لكن اللي مش ممكن افهمه ابدا واللي مش ممكن استوعبه ومش ممكن اعتقد انه الجميع يتطفق معايا هي محاولة تصدير الصورة لدرجة من التوتر مرتبطة باسم مصر والمغرب ده شيء مش مقبول على الاطلاق ومعتقدش انه فيه اي مصري غيور على سمعة بلده يبقى من مصلحته تحت اي بند بقى ترند لايكات شير معرفش تسموه ايه انه الموضوع طول عمرنا الحقيقة ما الاهلي استنادي بس احنا شفنا الاهلي في المغرب كم مرة شفنا الاهلي بحقق اغلى لقب ليه الموسم ده لقى بدوري الابطال في عقر دار الوداد المغربي وجات العلاقة كافضل ما يكون شفنا المغرب في كاس العالم وشفنا الالتفاف المصري العظيم اللي وصل لاشقاءنا في المغرب بالتأكيد حول منتخب المغرب واتكلمنا عنه اثناء البطولة واتكلمنا عنه بعد البطولة وانا استضفت يعني قامات كبيرة جدا من المغرب هنا اثناء وبعد بطولة كاس العالم وكلموني قدينه اشقاءنا في المغرب فرحانين بالحالة دي وحسين انه في حالة استثنائية في مصر في مساندة منتخب المغرب القصة ابدا مش مصري ومغربي القصة ملاش علاقة ابدا بانجنسية لعبين وياما لعبين مغربة لعبوا في مصر كتير جدا جدا وسألوهم عن تجاربهم مش بس في الأهلي في الأهلي وغير الأهلي دلوقتي ومن زمان جدا وكانت كلها تجارب نجحة وكانت كلهم محل تقديره والاحترام القصة قصة أخلاقيات وأنا هنا في الجزئة دي عايز أقول للشاحات وغيره الشاحات أخطأ ده مفيش شك فيه وخد بالك دايما دايما أنا بكلم جمهور قبل ما أكلم اللعيب وأنا أعتقدوا اللعيبة عندها من الخبرة الكافية تبتكلموا على اللعيبة لعبة مع أقطاب الكرة الأرضية يعني الجيل ده من اللعيبة لعب فيس تو فيس كده مع بار ميونيخ لعب من أوروبا يعني بار ميونيخ وريال مادريد اتنين من أكبر فرق أوروبا لعب مع مونتريل مكسيكي ومع سياتل ساوندرز من أمريكا الشمالية مكسيكو أمريكا لعب مع فلامينجو وبالميراس البرازيلي أبطال الكوبا ليبرتادورس لعب مع الهلال ومع الدحيل لعب وأدى وكسب وكان واقف ند بند في كل المطشاط بصرف النظر عن نتيجة مكسب كانت أو خصار فاللعيبة دي عندها أكيد خبرة كبيرة جدا ما فيش أي فريق وفيش أي لعب خارج النادي الأهلي في مصر عنده ربعها أو نصها مش هلأ اللي هكلمك عن خبرة الاحتكاك وخبرة وتفاصيل نكلم على مباراة تحصيل حاصل لأهلي حاسم بطولة الدوري من زمان ولو تكلمني كرة فريق عنده كل الدوافع وفريق فقط تقريباً لأغلب الدوافع ومع ذلك الأهلي على فكرة كرة ملعبش مطش سيء يعني ومن حق كله أنه يعمل اللي هو عايزه يجرب ويغير الطريقة ويغير التشكيل ويعمل اللي هو عايزه لكن في النهاية هرجع لأصل الموضوع وعلى فكرة لو بيرمتز بيلعب قدام الأهلي زي ما بيلعب طول كل مطشاته يعني كان ممكن يتوّج ب يا رجل ده سيناميك كليوباتر خد بطولة ترجمة نانسي قنقر